وفي مستهل زيارته لمحافظة الأقصر تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جامعة طيبة تكنولوجية أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتماما خاصا بالتوسع في الكليات التكنولوجية التي تسهم في إيجاد مسار يجمع بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي لكونها توفر خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية وتتيح تكوين خريج قادر على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية هذا وأشار مدبولي إلى أن إقبال الشباب على هذا النمط من الجامعات يؤكد صحة وجهة نظر الحكومة انتلاقا من توجهات الرئيس عبد الفتح السيسي لتنفيذ هذا العدد من الجامعات التكنولوجية المنتشرة في المحافظات